موسيقى 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 من راحب بيكم وراءة تانية زي ما قلت في المقدمة النهاردة اننا طول الوقت بنشتغل على انه يبقى فيه منظر جمالي للبلد اكتر انه نتنفس هوا نضيف اكتر الحقيقة انه الجامعات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتتعاون طبعا مع المسئولين عن الاحياء طول الوقت بيشتغلوا على النقطة دي طول الوقت بيحاولوا يعملوا مبادرات علشان نعرف نحافظ على المظهر الجمالي للبلد او للمحافظة اللي بيعملوا فيها المبادرة وممكن تبقى طبعا فيه مبادرات بتضم اكتر من محافظة طبيعية والحقيقة انه برضو بنلاقي انه الشعب المصري نفسه بيحاول طول الوقت انه يبقى عضو جوه كل مبادرة ويبقى فعال جوه كل مبادرة ممكن ما يكونش بيشارك بييده بس بيشارك بانه بيحافظ على الحاجات اللي بنحاول نوصل لها المبادرة هنتكلم عنها النهاردة هي مبادرة مليون ومئتين الف شجرة حابين نتكلم عنها اكتر حابين نتكلم ازاي حصل التعاون ما بين الجماعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني مع المسؤولين عن الاحياء في القاهرة او في المحافظات بشكل عام ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع عضفنا اللي مشارفنا وجوده معايننا النهاردة استاذ نبيل محروس حنين رئيس مجلس اماناء مؤسسة ازرع شجرة اهلا بك يا فنم شارفنا منوالنا صباح الخير صباح الخير وصباح الامل وصباح التفاول لكل المسؤولين ولكل المصريين واهلا وسهلا بكم اهلا بحضرتك بداية كده هتكلمنا عن المبادرة الاول بدأت امتى فكرة مين ازاي بتم التعاون والمشاركة طول الوقت ما بين المؤسسات المجتمع المدني وجامعات الاهلية والمسؤولين عن الاحياء وبعدين نبدأ بقى نتكلم في تفاصيل المبادرة احنا كمجتمع مدني كمؤسسة اسمها ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية الميدان الاول في عمالنا او شغلنا الشاغل اللي احنا بنهدف للعمل فيه هو البيئة والمحافظة عليه وكان حلمنا ان احنا نقدر نعمل مبادرة مثلا ميت شجرة لكل شارع عشر شجرات لكل مدرسة وكنا بنحلم ان يكون رقم المليون رقم ممكن يتحقق بعد كم سنة الحلم اتحقق وبقى حقيقة ان احنا لقينا جهات دعمة وجهات من مجتمع المدني وجمعيات اهلية ومؤسسات مدت لنا ايد المساعدة بان احنا نقدر نحول الحلم الى واقع يعني انتو كان الموضوع عندكم الاول فكرة وقدمتوا الفكرة وبعدين لقيتوا يعني موافقة من جهات كتير تمام؟ تمام طب الجهات بقى اللي وفقتكو دي كانت مين الجهات اللي ساعدتكو وخليتكو تعملوا الرقم الكبير ده من الاشجار الاول احنا عملنا ايه كمجتمع مدني او كمؤسسة للمجتمع المدني احنا زرعنا ميت شجرة في مستشفى سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين تمام وزرعنا في الاكديمية البحرية بسكندرية وزرعنا في مستشفى مجد يعقوب في اسوان وزرعنا في المتحف المصري وفي المخيم الدائم للعظهر الشريف وكان نفسنا انتشر انتشار في كل المحافظات زرعته في كل مكان من الاماكن دي ميت شجرة؟ زرعنا ميتين شجرة وميت شجرة في بعض الاماكن وكانت اشجار لها قيمة وجدوى طبية وجدوى لعلاج الامراض المنتشرة في الفترة دي يعني ما كانش هدفنا شجر اغضر تجميل لا ده كان شجر وايه مرضوده على البيئة وايه العائد منه والجدوى الاقتصادية والعائد على المواطنين لا خلينا نركز اكتر في النقطة دي يعني ايه ليه عائد اقتصادي ويعني ايه ليه عائد او يعني ازاي بيفيد يعني زرعته ايه في الشجر هل مثلا الشجر ده كان فيه حاجات مثلا تعالج يعني سمار بتعالج مثلا هل الشجر ده كان مصمر فكهة وخضار يعني تكلمنا اكتر عن الشجر اللي انت عملتو ده الشجر اللي عملناها بالتحديد اسمها شجرة المورينجا ودي من الاشجار الفرعونية اللي موجودة في مصر وكان موجودة عندنا في جبل تور سيناء ولها تاريخ من الاسرة الثمنتاشر واندصرت وراحت دول شرق اسيا وماليزيا ودول اللي اخدوها شجرة قومي في احنا كمؤسسة رجعنا الشجرة دي بالتعاون وبالتنصيق مع المركز القومي للبحوث وقدرنا نقول ان الشجرة فيها ستة واربعين مضادات اكسادة ستة وثلاثين مضادات التهابات تمنتاشر حمضة اميني خمساشر فيتامين ومالح بتزبط لنا السكر والضغط والانيميا والزهايمر بتعالج امراض كتير غير ان هي بتمثل بتمتص كل العوادم والملاوسات للبيئة اسرع شجرة في العالم في جدوها الجدوة الطبية والعلاجية دي هي المورينجا المورينجا فبالتالي كان هدفنا ان احنا نزرح كده الهدف التاني اللي هو الاشجار المسمير حضرتك قلتلي مين الجهات اللي ممكن تكون تحقق حلمين ساعدتكو اه ساعدتنا احنا لقينا مؤسسة فودافون كمجتمع مدني مؤسسة فودافون روتاري وده اندية روتاري في مصر ده اندية على مستوى العالم بزبط في جمعيات مجتمع مدني في كل محافظة بنعمل معها تشبيك يعني جمعية الطريق وده كانت في الفيوم وده جمعية احنا بننفذ من خلاله احنا نفذنا مشروع كبير المشروع بتاعنا هو المليون ومتين الف شجر يعني احنا كنا بنحلم بمليون لقينا ربنا بعت لنا حلم اتحقق اكبر بان يكون مليون ومتين الف شجر لما نقسم المليون ومتين الف على سبع وشين محافظة نلاقي كل محافظة فيها اربعة واربين الف اربعمية اربعة واربين شجر الرقم ده احنا شبه خلصنا في الفيوم احنا بنحاول نقول للناس ان احنا عملنا احنا قابل نفكر وعندنا رؤية وعزينة وبنحلم لكن بنقول احنا انجزنا ما تم انجازه بالفعل يعني انتو بدأتوا اول حاجة في الفيوم في الفيوم بالتنصيق مع السيد محافظ الفيوم طب اش معنا الفيوم بدأتوا بيها في جمعية متعاونة كويسة اوي وهي شريك فعال معنا هي جمعية الطريق الطريق ودي احنا بنشوف الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني اللي بتخطو خطوات سريعة هدفها ايه اصلا الجمعية دي؟ هدفها البيئة والمحافظة عليها وضم ميدين اخرى لكن فيها فريق عمل منظم جدا ومتشابك معنا بفكرنا وده انا بشكر البشماندسة هايدي اللي هي رئيسة الجمعية ومدى مساهمتها ومدى الفريق الرائع لمعا خلصنا الفيوم اللي افتتاح في تلاتة اتناشر مع محافظ الاقليم شغالين دلوقتي في الاقصر اسمح لي بس يا فاند انتو بتعملوا الشجر في الشوارع كلها ولا في مكان معين احنا اخذنا عشرين مدرسة كل مدرسة فيها حوالي متين شجرة اخذنا ميدين في الفيوم اخذنا مركز شباب ادارات صحية ادارات زراعية اخذنا شوارع في منطقة الصديق في الفيوم الشوارع دي بنضرب السيدات ان احنا عندنا اشجار مسمرة نرعيها كل بيت يستلم مننا خمس شجرات ويزرحهم معنا ونقول لهم الجدوة الاقتصادية للاشجار المسمرة الاشجار المسمرة اللي هي زي اللمون والبرتقال والجوافة وكل ما هو مسمر اه يعني انتو زراعتوا اشجار او عملتوا اشجار مسمرة في الشوارع العادية في الشوارع العادية اه يعني يبقى الناس تحت بيوتها في اشجار لمون وجوافة او يعني فاكها وقدار اه كل انواع الفوادر والناس فعلا مهتمية بالشجر ده علشان تطلع فعلا السمار ولا ملقتوش الناس متحمسة اوي للموضوع حقيقة احنا لما بنشوف تجارب الشعوب اه في مجال البيئة لقينا البرازيل مثلا او اي دولة من الدول اللي هي احنا بنظورها او بنشوفها بتتميز بشجرة ذات طبع خاص يعني كل دولة من الدول لها اشجار يعني مثلا بنشوف احنا دي كانت تتحولت مكان من راتش ومخالفات وفي الشوارع وسبالة الى ان احنا نرفع المهملات والمخالفات دي وننظف الشارع عشان نقول ان احنا عايزين الاماكن لزي دي دي اشجار اشجار الجوافة دي شجر دي فين يا فاند دي الاشجار اللي احنا بنوزحها على المدارس وده بنزرع الكم العدد الكبير ده كل حصة كل محافظة بناخد معنا ونزرع داخل المدارس اه يعني دي ده انتوا بس المكان ده جمعين في الشجر بس لسه هتاخدوا الشجر ده لسه بنودي المكان لسه هتوزعوا داخل المكان كبير وبعد كده نوزع بنبتدي على موضوع تدوير المخالفات تتخيالي حضرتك البجع ده هو من ازايز المياه الكبيرة اللي بتترمي في الزبال فعلا اه وده قدرنا نحولها للمنظر ده ازاي تشارك الاطفال معنا في المدارس في زراعة الشجر يزرع شجر ازرع شجر احنا بنزرع امل بنزرع تفائل بنزرع بنقول ان بكرة احلى وبنزرع مسئولية اه دول اطفال الاقصر اللي كانوا موجودين قبل كده اللي هم بيشاركوا معنا دي اطفال الاقصر دول اطفال ازاي كل مدرسة فيها عدد من الاطفال يشاركوا معنا في زراعة زراعة شجر مصمر وده كانت للمرة الاولى في مصر اللي ان كان ممنوع زراعة الاشجار المسمرة داخل المدارس لكن احنا بتسهيلات من المحافظين ومن القيادات الوعية اللي لازم تعرف ان احنا في الفترة دي عايزين نقول نرفع شعار قد التحدي قد بنتحول المدرسة من مكان مرواقد وفي مخالفات الى المنظر ده ان احنا نزرع على مسافات وبنعرف بنضرب فريق العمل من العمال المدرسة ومن مدرسة التربية الزراعية ومن اعضاهية التدريس والمدرين وكل المسؤولين ان احنا احنا بنزرع ايه وبنشتغل ازاي دي في ميدان في الفيوم كان الصورة اللي فاتت اللي احنا عملناها من اهداء من روتاري روتاري مصر دي دي جمعيات اهلية كبيرة على مستوى العالم المدرسة دي مدرسة في الفيوم احنا بنقول احنا اشتغلنا في عشرين مدرسة ولسه بنكمل خطتنا المدارس اللي اتزرعت ما كانش هي الهدف الزراع بس احنا بالربي الناشئ الصغير الطفل هو بيزرع بيرتبط بالشجرة فبيرتبط بالمدرسة فكمان بنعلمه يعنيه غرس الصورة دي السنينة الابتدائية المشترقة في محافظة الاقصر محتاجين الصور تمشي ابتق شوية السنينة الابتدائية في محافظة الاقصر احنا اشتغلناها ومحافظة الاقصر شاب متحرك عنده رؤية افتتح معنا المدرسة دي ودي كانت بداية تتشين المبادرة في الاقصر احنا هدفنا 27 محافظة هدفنا الاطفال الجمال دول اللي حضراتكم شايفينهم ان يعني ايه يفهم ويعرف قيمة الشجرة في الشارع فبالتالي هيحترم الشجر وبالتالي هيقدروا زي البنات كده اللي بيغرسوا شجرة كل 3 اربع بنات او كل اربع اولاد مسؤولين عن شجر في رعاية فبالتالي احنا بنعلمهم انتماء بنعلمهم يعنيه كلمة وطن من خلال زراعة شجر بنعلمهم من عليهم مسؤولية رغم انهم صغيرين لكن عليهم مسؤولية انه انتوا هتزراعوا الشجرة دي وحتهتموا بيها فهتكبر وتطلع صمر الصورة دي لنبات الجهنمية ودي من النباتات المتسلقة اللي لها احنا بناخد شكل ترعة ده فين ده دي كانت على الفلفايوم ترعة كانت فيها الردم وفيها المخلفات نضفناها باللودر فرشناها رملة زرعنا الترعة كده كل الترعة والقنوات واحنا كده بنوزع شغلنا من عربيات النقل الكبيرة لعربيات النقل الصغير كل ادارة بتاخد الحصة بتاعتها تاخد منصك تاخد مجموعة شباب مهندسين استشاريين احنا بالمبادرة دي وفرنا بعدد كبير قوي من فرص العمل كان فيه عندنا خمسة وعشرين عامل بيشتغلوا في كل مبادرة خمس مهندسين زراعيين متطوعين ناس بتشرف على المبادرة اذا قدرنا نوفر عدد الاف فرص العمل في خلال فترة قصيار احنا هدفنا بعد المليون ومئتين الف شجرة احنا لنا هدف لان المؤسسة بتاعتنا اسمها ازرح شجرة نزرحها فين احنا هدفنا كل انحاء مصر مصر دي اجمل دولة في العالم وعايزين اعتفضل اجمل دولة بكل مقاوماتها اسمح لي حضرتكو بدأتوا المشروع في يوم تقريبا المشروع خلص اه وحددك قلت ان الافتتاح خلاص قريب قريب في 13 ان شاء الله تمام ده قريب جدا يعني الاسبوع الجاي يوم الحد اللي جاي تقريبا وبدأتوا كمان المشروع في محافظة لكسور تمام تمام طب انتوا مفروض المعاد او التاريخ اللي انتوا حاطينه علشان تبقى غطيته كل المحافظات تقريبا امتى احنا بدأنا المشروع واحد 11 هننتهي من المشروع ان شاء الله في نهاية شهر 3 تمام هتبقى غطيته كل المحافظات نكون غطينا 27 محافظ تمام واحنا بنصرع قوي خطوتنا مع سادة المحافظين ووزير التربية والتعليم ومدى مساهمة الاجهزة التنفيذية الفعالة فعلا معنا ان تقدر تصرع خطوتها بحيث ان احنا نقدر ننتهي بالرقم الكبير ده الرقم ده عايز اقول لحضراتكم ان الشجرة بتقضي اسرة مقوانة من 14 فرد بتدينا اكسجين لعام كامل يعني كل شجرة بتتزرع احنا بنغطي بها 14 فرد في خلال السنة الكامل انها بتدينا اكسجين وبتاخد سانيكسجين الكربون وغير الليها المردود رؤيتنا ان احنا عايزين نقول ان كل حي له طابع خاص بالشجرة المتميزة بيه يعني ما اعملش حاجة يعني مختلطة في بعضها يعني اقول ان حي الزتون مثلا في القاهرة يبقى اشجار الزتون حي حلوان اشجار الجوافة حي مصر جيدة اشجار المانجو كل حي ادينه طابع خاص بشجرة متميزة طب لو هنتكلم في محافظة القاهرة يمكن يعني يعني عذرا للا انا هقوله لكن يمكن محافظة القاهرة من اكتر المحافظات اولا هي يعني من اكبر المحافظات ده رقم واحد رقم اثنين من اكتر المحافظات اللي فيها قمامة كتير في الشوارع فيها حيوانات في الشارع يعني كلاب وقطت كتير طبعا بقى المحافظات فيها بس يمكن من محافظة القاهرة والجيزة من اكتر المحافظات اللي فيها ده انتو هتتعاملوا مع سنديق القمامة ازاي واللي ما فيش سنديق المرمية القمامة في الشارع هتتعاملوا مع ده ازاي علشان تعملوا بديل للقمامة والتلوص الكبير ده بحاجة تنقل هوا زي الاشجار والفكهة والخضار فهتعملوا ده ازاي وحتعرفوا تعملوا ده ولا هيبقى محتاج مساعدات من جهات تانية احنا طبعا بنحتاج شرقاء لنا كتير وبنعرف نعمل ده وهنعمله بشكل افضل احنا بنستلم الشوارع اللي فيها مشكلة مش الشوارع اللي احنا عايزين نتصور فيه لا الشارع اللي فعلا اللي فعلا فيه رواقد وفي راتش وفيه مخالفات وفيه زبالة كتير بنصوره وبنقول المسؤولين ورؤساء الاحياء عايزين نغير ونجملوا الصورة ايديكم معانا بالاجهزة طب في القاهرة هتبدأوا بايه؟ احنا بدأنا وشبه بنخلص كمان في حي الزتون ودي الحي اللي فيه المؤسسة بتاعتنا عشان نكون نقطة ارتكازنا في القاهرة وخلصنا بدلوقتي بنشتغل في المطارية بنشتغل في منطقة الامرية في حدايا القبة وبشكر وكل الشكر لرئيس حي حدايا القبة العميد محمد سالم الراجل الفعال الراجل اللي فعلا بيشتغل معانا ليل ونهار كل رأساء الاحياء احنا عايزينهم يبقى فيه تنافسي يبقى فيه مش عايزين حد قاعدة لما كاتبه احنا الفترة دي خلاص انتهت احنا عايزين كل الناس تكون بنفس سرعة الرئيس رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيس احنا نفسينا نغير وهتتغير بلدنا للأحلى وللأحسن شغلنا بدأنا في الزتون بينا ناخد مثلا شارع سنان في الزتون كان كل راتش ومخلفات وازبالة وامطبط واصوار مدارس مكتوب عليها عبارات موسيقى اخترنا الشارع اللي فيه مشكلة وسلمناه قلنا قادي الشارع اللي كان فيه مشكلة الشارع السليم كمان فيه مشكلة كبيرة شارع السليم الاول بدأنا من ميدان الحلمي لحد مثلا تقاطع سنان ووقفنا وبنكمل المشكلة بعد تقاطع سنان بعدها هنقبل نصك دولاتي مع السادة النواب الزتون والجامعات الاهلية وطبعا المجتمع المدني في الزتون احنا هنشتغل ونشارك معاه حتى مش بس كانت الزبالة ورصف وارصفة لأ كانت فيه كمان انارة رصدنا كل اعمدة الاضاء اللي فيها وبنمشي بالليل نعلم على كل عمود انارة مطفي ونرجع بالنهار عشان نرصد الاعمدة ونقول ادي الاعمدة نجيب برج القهربة من الحي وبشكر رئيس حي الزتون على مدى تعاون الاجهزة معنا وبنقولها انكمل مشور المشكلة مشكلة كبيرة مش مشكلة منطاية حضرتك قلت لنا انه لو هنتتكلم في محافظة زي محافظة الفيوم قلت لنا انه وعيته الناس بقيمة الاشجار وانه كل مثلا خمس اشجار مسؤولة عنهم بيت يراعي الشجرة دي الاخر كل الاشجار اللي هتعملوها سواء اشجار بس خضار او زينة وكمان اللي لها عائد اقتصادي على البلد وعلى الناس كمان المسؤولين عنها الناس ولا في حد مسؤول عن الاعتناء طول الوقت بالاشجار دي طول ما انتو شغالين فيها وبعد ما انتخلصت شغل فيها احنا لما بينا نشتغل في المشروع كان هدفنا ان احنا مش بس ننفذ ان احنا نتابع كمؤساسة وان احنا نشتغل على التوعية بنوعي الناس قبل واثناء وبعد الزراعة وبنكون شرقاء مع المؤسسات اللي موجودة في المكان او الجامعية الاهلية اللي موجودة فمؤسسة الطريق مثلا في الفيوم بفريقها بيقدر يتابع بنسلم مدير المدرسة وعمال المدارس كأنهم عهدة استلام كده على وراء ان استلامت انا الفلان الفلان عدد كم شجرة ومسؤول برعايتها ومسؤول وبندي له برنامج ارشادي امتى يرويها وامتى العناية بيها واحنا نتابع بفريق عمل واستشاريين زراعيين بقول كمان المبادرة بتقبل آآ 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 آ� أخلا بعدقتوا فيها بتفكروا فيها عرضينها علشان يبقى أولا في فرص عمل متاحة أكتر لشباب ما كانش عندهم فرص عمل بالإضافة إلى حاجة برضو تفيد البلد أكتر إحنا فيه أزيد من مشروع وتم بالفعل البدء فيه أول حاجة سيادتك قلتلي لو هي مخلفات في الشارع طب ما إحنا بنشوف المخلفات في الشارع النباشين بياخدوا البلاستيك والإزاز والكنزات اللي هم الزبالين بيعملوا كده طب وبيسيبوا إيه؟ بيسيبوا الزبالة العضوي فبالتنصيق مع المعمل المركزي للمناخ المنوط له أن الأبحاث الجديدة في مجال تدوير المخلفات فشفنا دودة اسمها دودة الرد وجلر أو دودة الأرض دودة زي الطعم اللي بيستردوا بيه كده بتاكل الزبالة العضوية وتحولها إلى فورمو كومبوست إلى أسمدة أغلى سمات في العالم إلى أسمدة تعالج أمراض النباتات وتعالج لنا تعتبر تعالج الفطريات وتعالج أمراض النبات عموما والطربة بتحول بتاكل الزبالة أو المخلفات العضوية وتديني زي المفروم كده بيتجففه ويبهو السماد العضو يبهنا انتهينا من مشكلة تدوير مخلفات الصلبة والكرتون والكنز والإزاز وابتدينا نشتغل على كل ما هو عضوي وكل ما هو بيفسد وبيدينا روايح كريهة ونحوله إلى السماد عضو يعني انتوا هتأخدوا القمامة اللي هي العضوية المواد العضوية الزبالين ما بيأخدوهاش وحتحطوها في مكان تاني طبعا باكن تانية بعيدة عن آه أكيد ويبقى فيه تبقى موجودة الدودة دي وتحول المواد العضوية دي إلى أسمدة تستخدم في حاجات تانية هتبقوا محتاجين فيها السماد تمام يبقى احنا مش هنستورد بمليارات الجنيهات الأسمدة اللي احنا بنستوردها هيبقى النباتنا ومحصلنا أورجانيك 100% لأنه معلوش مبادات ولا أسمدة ده ممكن يبقى على إمتى تقريبا إيه فاند ما احنا بدأنا فيه بدأته احنا بدأنا فيه بالفعل في مركز السنابل لتنمية المهارات الإبداعية بحدايا الأوب تمام أخدنا مساحة كبيرة بالتنصيق مع أستاذنا أستاذ دكتور رفيق رسالة رئيس مجلس أمناء السنابل تمام مركز السنابل واشتغلنا فيه بالفعل المشروع التاني اللي برضو بدأنا فيه من أسبوعين هو مبادرة نص التامن نص التامن اه يعني بنص التامن احنا قلنا مجال البيئة مجال واسع ومجال البيئة مش بس هو موضوع تلوث لا ده موضوع ان احنا نوفر الغذاء الآمن الأورجانيك لكل الناس طيب وازاي نوفر في ظل موجة الغلاء الكبيرة وازاي نقول ان احنا بنحارب ارتفاع الأسعار تمام طيب لو رفعنا شعرات وقلنا هنعمل هنعمل يبقى مش هنعمل لكن احنا بنعمل وبنقول عملنا ايه نصقنا مع كل المزارع اللي على مستوى الجمهورية في كل المحافظات وبناخد من المنبع اه يعني حضرتك انا اشتريت كيلو الفاصولية مبارح بسبعة جنيه تمام طيب كيلو الفاصولية في المزارع بكام بنص كيلو الفاصولية في المزارع دلوقتي بجنيه ونص بجنيه ونص هناخد نقل وعماله نص جنيه طيب وحطينا هامش ربح للشباب اللي نوفر الله فرص عامل نص جنيه تاني يبقى اثنين ونص وهو اصل ثمن وسبعة جنيه بيتباع احنا نبيعه بثنين ونص يبقى مش نص الثمن ده أقل من نص الثمن كيلو البطاطس بكام طيب اسمح لي طيب هو لما هيحصل ده هيبقى العائد يعني طبيعي انه هيبقى الفايدة للمواطن ده اكيد لكن للدولة هيبقى فيه فايدة للدولة انا بوفر فرص عمل كبيرة للشباب للدولة ان انا بعالج مشكلة عدم الرقابة على الاسعار وضبط الاسعار في السوق فبالتالي بقول احنا عندنا بدل التجار اللي هما بيبيعوا بأزد من التسعير وبيغلوا اسعارهم جدا على المواطنين يبقى انا بقدر اوفر احنا كمجتمع مدني للدولة او للمواطنين عشان يستشعر المواطن المصري بان فيه حاجة بتتعمل على ارض الواقع بالزبط فبالمزارع ادي الناس حلوة اوي ومخلصة اوي ووطنيين اوي تدخلي حضرتك يقول لي كل عشرة طن اديك طن مجانا للمبادرة دي يبقى اذا اقدر كمان اقول لمعدوم الدخل للأسر الفقيرة جدا انا اديكم مجانا او بقل خالص من اللي بيتباع ده حلو جدا اذا وفرت كل الاسعار اللي موجودة احنا نسقنا مع وزارة الداخلية في ازيد ازيد من من مية من الف ومئتين الف ومئتين بالتقريب منفذ بيع امان اللي هي طبع وزارة الداخلية بنوزع دلوقتي في كل انحاء المحافظات بدأنا شغل في الاسمارات من اسبوعين هاي الاسمارات عشان ده الحي الفقير اللي احنا عايزين نحس بيه الناس كل مبادرات المجتمع المدني هدفها خدمة المواطنين جميل انا بشكر حكا جدا وعلى المبادرات الهيلة اللي حادثكم بتعملوها ويعني فعلا بنستفاد احنا كمواطنين مصريين والناس كمان يعني معدوم الدخل كمان او محدود الدخل كمان بيستفادوا بدرجة كبيرة بنشكر حضراتكم جدا على الاستنارة اللي طول الوقت بتشتغلوا عليها بتعايزين تغيروا للأحسن فبنشكر حالك جدا شكرا جزيل أستاذ نبيه المحروس حنين رئيس مجلس أمانية مؤسسة الزراع شجرة شكرا جزيلا كل الشكر والتقدير والاحترام للقيادة السياسية ودايما مصر بالمخلصين ودايما مصر وتحيا مصر بكل الناس المحترمة المخلصة اللي فيها شكرا جزيلا شكرا جزيلا هنخرج لفاصل مع حضراتكم مشاهدين هنرجع لفقرة مع الناس والشخص الأول النهاردة أول مخترح يكون معنا بعد الفاصل فانتظرونا شكرا جزيلا موسيقى اشتركوا في القناة